بسم الله الرحمن الرحيم علي توكلنا وبه نستعين أولاً أبارك لكم شهر رمضان المبارك وأبارك لكم الصيام والقيام وتلبية الدعوات إن شاء الله وأيضاً حبينا أن نلتقي اليوم باعتبار قد تكون هذه الساعات الأخيرة من أمر هذه الحكومة لكي نراجع أنفسنا ما قدمنا ما لم نقدم ولكي أيضاً نتهيأ الاستقبال الحكومة القادمة إن شاء الله يصوت عليها ونحن من المؤمنين حقيقة أن عمل في الدولة والعمل في الحكومات عمل متعاقب ومتراكم وليس كما كلما دخلت أمة لعنت أختها لا نحن العكس إيجابيات المراحل السابقة نأخذها بنظر الاعتبار والسلبيات ما نحولها إلى هجوم وإلى عملية هدم وإنما إلى استرشاد ومحاولة أن نتعرف على الأخطاء وأن لا نقع فيها مجدداً وهذا مو أمر سهل في بلد لم يمارس الديمقراطية لفترة طويلة بل مارس الدكتاتورية لفترة طويلة ومارس دائماً منطق التآمر ومنطق التخوين والتسقيط دائماً السلبيات وهدم الآخر هو الثقافة والممارسة السائدة لاحظون مثلاً احنا لم نتعرض للآخرين وأحياناً كنا نلام أنه يهاجموكم في الصحف يهاجموكم في الإعلام وانتم متر الدون قلنا الهجوم الشخصي نتحمل إذا كان بإساءة إلى المؤسسة والدولة نثبت الحق برد رسبي وكنا هذا نقوم به إيجازات مواقف موجزة لكن الإشاعات والأكاديب والمواقع تتكلم ما تشاء وتربك عمل الدولة وتربك عمل حتى العلاقة بينها وبين الجمهور بينها وبين القوى السياسية تربك والدولة والحكومة دائماً بحاجة إلى دعم الجمهور وبحاجة إلى دعم القوى السياسية وبحاجة إلى دعم المراكز الحكومة تشكلت في ظروف معقدة وصعبة وتشكلت كحل لأزمة كان البلد يمر بها في عام 2018 وحصلنا على عهود من القوى السياسية وكانت الرغبة أن لا تكون حكومة حزبية بس هذا مو معنى أن الأحزاب مرشحت لكن رشحت واحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن تم الاستقرار على العديد من المرشحين اللي هم أعضاء في هذه الحكومة لكن هي بحد ذاتها لا تمتلك كتلة خاصة بها في البرلمان وكما ذكرت الوضع السياسي والقوى السياسية في حالة في البلد أحياناً رأي القادة يختلف عن رأي القواعد رأي رؤساء الكتل يختلف عن رأي أعضاء مجلس النواب والدعي أي حاولت أن تؤسس بموجب الدستور بموجب القوانين إلى رؤية تخرج من السياقات السابقة التي كانت تجدد عملية المحاصصة عملية الفساد عملية التخلف عملية نقص الخدمات وتحاول أن تستند إلى فهم آخر يختلف عن الفهم الماضي الفهم الماضي هو استمرار كان للفهم الذي سات خلال 35 سنة الأكثر من حكومات عسكرية ومن حكومات حزب واحد أن كل شيء بيد الدولة حتى المجتمع مخنوق بيد الدولة المجتمع تابع إلى الدولة الشعب ليس هو الذي يقرر وإنما الدولة والدولة تعني الحزب والحزب يعني مسؤول يعني زعيم الحزب وهكذا نحن حاولنا أن نقلب هذا المسار ونعطي الأولوية إلى الدستور والقانون وإلى الشعب والحراك الاجتماعي وفي كل شيء ليس في أمر واحد اجتماعياً اقتصادياً في باب الحريات في جميع هذه الأمور أيضاً هذه الحكومة حاولت أن تسلد دائماً إلى الإيجابيات وليس إلى السلبيات في علاقاتنا الداخلية وفي علاقاتنا الخارجية العلاقة بين المكونات لا نقول العلاقة بين المكونات بلغت في العراق درجة نستطيع أن نعبر المكونات إلى مفهوم المواطنة بحيث المكونات والثقافات والتيارات المختلفة وجدت نفسها في الأداءات الدستورية وفي البنى المؤسساتية لا نزال بحاجة إلى توازنات معينة استلمنا الأوضاع كان هناك توتر شديد بين المكونات مع الأقليم أقليم كردستان مع المحافظات مع المناطق المحررة فيما بيناتنا داخل الصف الواحد داخل المكون الواحد الأوضاع متوترة وإلا ناجد تهاي الحكومة كان نجحوا أن يوصلون إلى حكومة توافقية كما كان أو حكومة أغلبية كما كان عليها الوضع السابق فدائما نظرتنا كانت البحث عن الإيجابيات مع الآخر ومحاولة احتواء السلبيات من خلال تفعيل الإيجابيات وجعلها القاعدة التي نرتكز عليها للتعامل مع الآخر على الصعيد الداخلي هذا واضح وموضوع مثلا الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وإن كان هو موضوع اقتصادي لكن هو أيضا يبين كيف نعتمد على الإيجابيات لدى القطاعين وليس كما كان في الماضي أن القطاع الخاص ومجموعة من المحتكرين والسراق واللي يريدون أن يسرقون قوة الشعب لا ثقة محاولة ثقة بالقطاع العام أرغم كل الثغرات الموجودة به هذا أيضا برس في علاقاتنا الخارجية لذلك علاقاتنا الخارجية خلال فترة قصيرة أصبحت علاقات ممتازة ما على المرء سوى أن يعود إلى اليوميات نهاية عام 2018 بدايات 2019 إلى تشرين الأول 2019 ليجد عدد رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والمسؤولي الكبار اللي زاروا العراق والمنظمات الدولية بشكل غير مسبوق أو زيارات المسؤولين العراقيين أيضا للدول الأخرى والاتفاقات اللي صارت في هذا الإطار بسرعة تشكل هناك لقاء ثلاثي بين مصر والعراق والأردن والاتفاقات كانت عالية المستوى مع الأردن فتحنا مجالات بقيت مغلقة أكثر من ثلاثة عام مع إيران وحل مسألة شط العرب وغيرها من اتفاقات لم تحل منذ الثمانينات مع المملكة العربية السعودية وفتح المعابر وحسنية من المملكة زودون ذاك العام 17 ألف حاج وفتحت لنا الكعبة ومع الدول الأخرى تركيا وقطر وبقية الدول الولايات المتحدة الأمريكية مع الهند مع الصين مع اليابان مع روسيا مع الدول الأوروبية قاطبة مع المؤسسات الدولية كلها مبنية على الروح الإيجابية وعدم تغليب الخلافات عندنا خلافات كثيرة عندنا موروثات كثيرة مع كل هذه الدول مع كلها بدون استثناء لكن قدمنا المصالح المشتركة وهذا ما ساعدنا بسرعة أن نتقدم في هذه العلاقات بموجب مثل هذه النظرات أيضاً حاولنا أن نكون دولة مؤسسات ودولة ليس دولة تعيش يوميات يعني تسير ولا تسير سيرها الأحداث سيرها الانفعالات سيرها الأزمات سيرها المتطلبات الآنية لا ارجعوا إلى المنهاج الوزاري هذا كتب وهذا لا نكتب اليوم حاولنا أن نطبقه بنص وروحه تكلمنا كل هذه القضايا بشكل واضح في المنهاج الوزاري وحاولنا بسرعة إلى برنامج حكومي دقيق مرقاً منقب ما يعتمد على الانطباعات والوزارة الفلانية نجحت كما يقول الوزير أو كما تقول الوزارة وإنما بالأرقام بالأوزان وبدقة علمية كبيرة حتى أشك أن البعض قدروا يقرون تقريرين الذين أصدرناهما بشكل علمي صحيح نحن ندعي أننا نفذنا حوالي 70% من البرنامج الحكومي بالأوزان والأرقام وليس بالإدعاءات ومفصلة في كل مشروع وفي كل دائرة ماذا تحقق وحتى لو كانت بعض الدوائر تبالغ البرنامج الحكومي لأربع سنوات كان هذا سيسمح لنا أن نراجع إذا كان هناك مبالغة أو العكس إذا كان هناك عدم ذكر للمنجزات كنا نستطيع عبر هذا المنهاج هذا البرنامج الذي اتبعنا أن نشخص مواطن القوة ومواطن الضعف وأن نضع أمام شعبنا وأمام مجلس النواب ومراكز القرار والرأي العام أن نضع أمامهم ما يمكنهم من محاسبتنا مو المحاسبة عشوائية عندما تشكل أي حكومة واليوم إن شاء الله تشكل حكومة سيصوت أولا على المنهاج الوزاري لن يصوت على رئيس الوزراء قبول المنهاج الوزاري سيعني قبول رئيس الوزراء ثم سيصوت فرادا على الوزراء ثم على كل مجلس الوزراء المنهاج الوزاري التزام تعهد لذلك يقال العهد الوزاري هو تعهد من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أمام الشعب وأمام ممثلي الشعب نحن حاولنا نتمسك بالمنهاج الوزاري هذا ما نحاسب عليه ما أوردنا في المنهاج الوزاري هو الذي نحاسب عليه ليس كل مشاكل البلد مشاكل البلد كبيرة هناك مشاكل موروثة هناك مشاكل مستحدثة مشاكل طارئة نعم من واجب الحكومات مواجهة المشاكل الطارئة كما نواجه اليوم أزمة كورونا مثلا اليوم أزمة كورونا ما أخذ تسعين بالمئة من حيننا ومن قوتنا ما كان موجود في المنهاج الوزاري لكن هذا عبء آخر جديد كل عبء اليوم في انهيار أسعار النفط بهذا الشكل هذه حقيقة ما كانت متوقعة نعم تذبذبات أسعار النفط متوقعة لكن هذه الظاهرة النفطية الجديدة هي شيء جديد للمرة الأولى في التاريخ فالحكومات لا تحاسب على كل شيء الحكومة أساسا تحاسب على منهاجها الوزاري وأحنا اليوم أمام شعبنا اليوم بيدنا السلطة نقدر نتكلم أو قد نتمتع ببعض الأدوات لأن نروج لفكرة أكثر من فكرة أخرى نحن بكرة مغادرين ولتدقق الأرقام التي قدمناها هل هي أرقام صحيحة أم أرقام خاطئة بموجب المنهاج الوزاري وأضيف إلها أشياء غاية في التعقيد والصعوبة منذ الأيام الأولى أذكركم بالسيول اللي اشتاحت العراق واللي استطعنا مواجهتها بشجاعة والجنة شعبنا كله محافظات وزارات مؤسسات شعب عشائر قوات مسلحة لمواجهتها في دول مجاورة أكثر قدرات من عدنا قادت هذه السيول إلى كوارث كبيرة نحن مرت الحمد لله والعكس صحيح حصيلتها كانت أكثر من خمسة وخمسين مليار متر مكعب من خزين المياه اللي نستخدمها هالسنة والسنة القادمة والسنة البعدها في نفس الوقت جدت مشكلة العبارة في الموصل أيضا كارثة كبيرة وأزمة الموصل مع أزمة النازحين والمخيمات وعودة داعش بعد عمليات سوريا والحدود الطويلة بيننا وبين سوريا ومحاولة داعش أن يستعيد مواقع فعندما نضع المنهاج الوزاري نجد أن أنجزنا خلال عام أكثر بكثير مما هو متوقع أكثر بكثير مما متوقع بل واجهنا هذه الأزمات بكفاءة عالية الآن نواجه أزمة كورونا كأفضل واحد من أفضل بلدان العالم ورغم أن ظروفنا إحنا قد تكون من الأصعب جيرتنا مع إيران وهي بلد أصيب بالجائحة بشكل واسع جدا وألف وأربعمائة كيلومتر مشترك وعلاقات مجتمعية ودينية وزيارات وعلاقات تجارية واسعة علاقتنا بالصين موجود أحداث كبيرة من العمال الصينيين عدنا والعلاقات التجارية الواسعة وأيضا الصين كانت البلد الأول إلى فترة قريبة إضافة إلى حرية السفر عدنا وانتقال المواطنين بسهولة مع ذلك إحنا واجهنا هذه الأزمة حقيقة بواحدة من أكبر وأحسن التجارب دول مقتدرة كبيرة الآن دول عربية مجاورة أن عدل أردن ولبنان نحن نتقدم عليها على صعيد كل المؤشرات نسبة الوفاة بالنسبة إلى المليون نسمة نسب الإصابات العالية حتى كان عندنا نقص في الاختبارات مع ذلك الآن نتقدم بسرعة كبيرة وسنتقدم أكثر فأكثر تقريبا بدأنا من لا شيء وتعرفون الوضع الصحي ما كان شيء عظيم متوقفنا عند تقديم برنامج حكومي دقيق ومفصل وإنما ذهبنا إلى الموازنة كما وعدنا في المنهاج الوزاري وحاولنا أن نقدم موازنة مشاريع وأداء وبدأنا بها وعدد من الدوائر انتظمت في هذا السياق مصر أخذت سبع سنوات حتى وصلت إلى ميزانية المشاريع موازنة المشاريع والأداء نحن بدأنا بالسنة الأولى وكنا نتوقع خلال فترة قصيرة أن نحل هذا الموضوع بشكل جيد حتى يكون عندنا محاسبات دقيقة الآن موازناتنا موازنات لا تحمل مفهوم التنمية لا بها أولويات معينة تكرار للموازنات السابقة ولا شيء آخر أما موازنة المشاريع والأداء فهي موازنة تراقب كل وحدة مالية وتابع تنفيذها في الفترة الزمنية الموجودة وتكون قد رصدت لها المبالغ اللازمة مو كلها يسير بمنطق العجز والمدور وغيرها من أساليب مالية أصبحت بالية في كل دول العالم هذا حاولنا نحن نسويه وقطعنا بشوط مو قلنا سنقوم بذلك بدأنا بوضعنا اللوبنات الأساسية في تطبيق هذا الأمر وانتهينا من الحسابات الختامية لكثير من السنوات الماضية وبدون حسابات ختامية وحسابات أرباح وخسار كيف ممكن أن نحاسب كيف ممكن لأي حكومة أن تحاسب فيما سوت من أمور جيدة أو أمور غير جيدة حاولنا أيضا أن نسير باتجاه العودة إلى الأساسيات إيش أقصد بالعودة إلى الأساسيات عندما قلت في بداية كلامي أن الثقافة العامة الموجودة في البلد والرائجة والسائدة بين القوى السياسية هي ثقافة الخمسين سنة الماضية يعني اقتصاد حكومة اقتصاد دولة مقتصاد حقيقي مثلا في الاقتصاد أتكلم أو التعليم أو الصحة كل يجب أن تقوم به جهة واحدة وهي الوزارات لذلك الآن عندما نشهد تقدم ملحوظ في القطاعات الحقيقية اليوم في الصحة هناك تقدم كبير شوفوا عدد المستوصفات عدد المستشفيات الموجودة في كل محافظة تضاعفت مرات عديدة لا أقول في حكومتنا فقط وإذا العمل في الحكومات السابقة لكن العمل عندنا أصبح إلى دافئ يختلف عن العمل في الحكومات السابقة لكن يقول لك هاي مو أنتو سويتها هاي الناس سوتها هو هذا المطلوب المطلوب عندما نتكلم عن شيء اسم حكومة راشدة عن شيء اسم حكومة راعية هي أنها ترعى ترشد العمل مو تمتلك مو هي الصير صاحبة العمل هاي نظرة قديمة حتى بلد كبير شيوعي كالصين اللي هو مالك كل هذه المؤسسات لكن تحت القبع الحمراء هناك استقلالية كاملة للمؤسسات والشركات الصينية في داخل الصين وفي خارج الصين وهو ما سمح للصين أن تتقدم هذا التقدم الشهير نحن لا إذا مو موزاة الصناعة السوي معمل هذا ما يعتبر نجاح للدولة إذا موزاة الصحة أو التعليم أو التربية تأسس مؤسسة هذا مو نجاح للوزارات فبالتالي هناك نظرة مغلوطة في محاكمة الحكومة احنا حاولنا نقلب هذه النظرة ونعيد الأمور إلى نصابها أذكركم إخوان جلسات الأولى في نهاية العام 2018 عندما كنا نناقش موضوع الزراعة بيناتنا كان البعض يقولون أن هذا قد يكون سبب للتهريب قلنا نقبل بعض التهريب إذا كان لحي نشط قطاعنا الزراعي كانوا يقولون ما عندنا أموان ندفع إلى المزارعين شننا نقول هذا قطاع يستحق الصرف عليه وإذا اضطرنا أن نستدين هذا الدين جيد لأن الدين منتج لأن مقابل هذا الدين سنأخذ غلة إما الديون الأخرى اللي تصرف لسد العجز في الموازنة فهي الديون بلا نهايات منتجة وعندما قيل ما عندنا مخازن تكفي أخذنا الصبات من الشوارع بعد أن فتحنا الخضراء وبعد أن خرجنا من المنطقة الخضراء واتخذنا مكتب العلاوي مكتب أن كل دلائل لقلب الأساسيات والعودة إلى حضن الشعب والعودة إلى علاقة بالشعب موء البقاء في منطقة خضراء آمنة سالمة وبقية المناطق حمراء إذا أكو خطر على شعبنا كنا نتحمل فعندما اتقدمنا في هذا الشيء وأصبح عندنا اليوم سائلوات تسأ حوالي مليون ونصف طن وهذا تقريبا ثلث ما عندنا من قدرة خزنية في مسألة الحبوب هذا إنجاز البعض لا يشوفوا ولا شيء يا صبات خليتها هو كل شيء بسيط عندما نشوف في الدول الأخرى نشيد به والناس تقول شوفوا شون دي حلهم مشاكلهم بإبداع وهذا للأسف الشديد ثقافة غير صحيحة كأننا نتعبد بالأجنبي وكأنما كل شيء وطني يعني مطربة الحي لا تطرب وهو يجب أن يوضع عليه علامات استفهام وشكوك هذا ليس صحيح نزع الثقة من أنفس مواطنينا ومؤسساتنا هو عامل فشل بث الثقة بث الإيجابيات هو سبب نجاح شون ربي أولادنا شون ربي عوائلنا بمنهج كله العقوبة والنقد والتقريع لا إذا ما الشجع وهو بعده يتعثر وبعده يتلعثم ما لح يقدر يتعلم للأسف الشديد الثقافة الموجودة هي تسير بهذا الاتجاه أنت هين من هذا كله قالوا لا أنت كنت شما سويته هي أمطار جت وزرعت يعني الأمطار بذرت وحرثت وقلبة تلقاع وسمدت وحصدت ونقلت وكافحت وسوت هي بس الأمطار بس هي مو أنتوا هاي الفلاحين رجعنا نفس المنطق أن كل شيء يرى كأنما الوزارة يعني كأنما بعدنا في النظام القديم أن المواطن يعيش فقط من هبات الحاكم فقط الحاكم هو قادر أن يعطي للمواطن رزقه وعيشه وهذا أمر خطير هذا انقلاب في التفكير طيب هذه السنة هذه السنة احنا ما كذيش في المعدلات من الأمطار الأمطار طبيعية تقريبا معدلات عامة سنوية لولا ما عملناه في العام الماضي من دفع مستحقات المزارعين ما نتوقع أنه اليوم سنجني حوالي خمسة مليون طن وهذا شيء كبير ما حد كان يصوره في العراق المساحات المزروعة اليوم في العراق تتجاوز 17-18 مليون دونم كنا نتكلم قبل عن 9 مليون دونم و10 مليون دونم هذه الدولة الراعية والراشدة أن تدفع المصالح للمبادرة وتضع الحوافز والمشجعات إلى حتى هي تقوم بالعمل والديمقراطية إخوان ترتبط ارتباط مباشر ووثيق بإنتاج المجتمع كلما أصبح الاقتصاد بيد جهة عليا أو حادية كلما ازداد الاستبداد كلما انتشر وأصبح الاقتصاد بيد الشعب والشركات والهيئات المجتمعية كلما الثقافة الديمقراطية ازدادت ومعها تزداد الفنون والثقافة العامة والتعليم والتربية وهي أشياء مترابطة بعضها بالبعض الآخر نحن في موضوع الأمن نحن نريد جيش قوي نريد شرطة قوية تحفظ الأمن أيضا صحيح لكن هذا الجيش وهي الشرطة هل هم بمعزل عن الشعب أو مع الشعب الحمد لله معارك ضد داعش أعطتنا درس بليغ أنه يجب أن تكون مع الشعب من رحم هذه المعارك ولد الحجد الشعبي الوحدة بين البيشمرقة والقوات المسلحة بين الحجد العشائري الشرطة الجيش مكافحة الإرهاب كلها وجدت لحمة جديدة اعتمد عليها أمن البلد اليوم معظم البلاغات تأتينا من المواطنين ليس فقط من الأجهزة الاستخباراتية بل أكثر البلاغات دقة وصوابية في المعلومة هي التي تأتي من المواطنين وما أخفي سر أن كثير من الأجهزة الاستخباراتية لا يقوم بالعمل بالشكل المطلوب فهو أيضا يأخذ من بعض الناس بعض الرعاة بعض الموجودين المعلومات ويقدمها باعتبار هذا الجهد خاص به بينما هو حقيقة ليس هو الجهد المطلوب في هذه المسألة إخواني الحكومة عاشت حوالي دعا الشهر وحسب المنهاج الوزاري قدمت نسبة عالية به ولو مستمر أربع سنوات أعتقد كان شفنا أكثر فأكثر كان شفنا كثير من الأشياء اللي كان ممكن أن يصير لأن بدينا في العمل أسسنا في كل شيء ماكو شيء أردناه في المنهاج الوزاري سواء في موضوع الطاقة والكهرباء الصحة والتربية والتعليم الاتصال والمواصلات ميناء الفاول الكبير اليوم منجز كبير ميناء الفاول الكبير روحوا وشوفوه يقولون كيف ممكن لهذا المنجز لو كان في بلد آخر كان يوميا سواء عليه برامج وقالوا هذا كيف يحصل الآن في هذه الظروف اللي البلد مأزوم بيها واللي البلد يعيش فيه صعوبات اقتصادية وكذلك في مجال الزراعة والصناعة اليوم المنتج العراقي أكثر فأكثر راقبوا من الآن فصاعدا شوفوش قد ازداد المنتج العراقي مو بس الخضروات والروز والطحين وإنما المنتج الصناعات الخفيفة واليوم عندنا الآن حالة تشكل كبيرة للشركات والمنتجات المحلية لأن الطلب عالي الطلب الموجود في الأسواق عالي ومنعنا كثير من المستوردات وإلى حد ما ولو ليس بالشكل المطلوب سيطرنا على الكثير من المنافذ ووحدنا السياسة القمرقية لذلك الآن نحن عندنا اكتفاء في الكثير الكثير من المنتجات وقعت تزايد يوم بعد يوم ولولا اعتمادنا على نفسنا في هذه المنتجات نحن اليوم صارنا أكثر من أربعة أشهر وأكثر من ذلك إذا حسبنا فترة التظاهرات وخلال أزمة الجائحة نحن قلت استيراداتنا دول أخرى عانت كثير في مسألة الأغذية عانت كثير في مسألة الحاجات اليومية الأساسية الإعراق لم يعاني لا في اللحوم لا في المنتجات الحيوانية لا في المنتجات الزراعية لا في الخضروات والأهم من ذلك لم تتغير الأسعار لم تتغير الأسعار وإنما الأسعار بقيت ثابتة ولم نشعر بأي فعلا خلل في هذا الجانب وهذا كله لأن إنتاجنا الوطني على من يجادلون الحكومة أن يرجعوا لهذه الحقيقة لا يذهبون إلى بعض ما القيل والقال والتشويشات خليشوفون الواقع خليقر المكتوب اليوم على المنتج ويشوفش قد أكون عند عراقي ويصيروا عليه أن يعترف بهذه الحقيقة نعم وجدتنا أزمة خطيرة يجب أن نعترف وهي أزمة الحكومة الكبرى التظاهرات اللي حصلت في واحد عشرة 2019 نحن في 2019 يعني في الشهر التاسع الكل كان يعني الأغلبية الساحقة حتى لا أكون أقول الكل كان يشيد بمنجزات الحكومة كل الضيوف كل الوفود التي زارت الدول الأخرى حاولنا فعلا يعني سمعنا كلام منهم على العلم العودة إلى يوميات تلك الأيام إن شادة أن الحكومة دخلت مرحلة النجاح والعراق حالة ناجحة والإحساس بالأمن من قبل المواطنين هكو إحساس أنه انتهت معاركنا مع داعش وبدأت المناطق تستقر تراكم الغبن والظلم لفترات طويلة التوزيع غير العادل للثروات التوزيع غير العادل للمواقع والمناصب طوال سنوات طويلة من طوال إدع الشهر إدع الشهر إحنا العكس سوينا كما ذكرت حاولنا نعود إلى الأساسيات يعني نظام الوكالات وكلكم تعرفون كان عندنا أكثر من ألف وكالة يعني منصب بالوكالة كل الدولة كانت تعيش بالوكالات بحيث البعض سماها حكومة الواوات إحنا جينا صدينا إلى هذا الموضوع المعقد والصعوب وشكلنا اللجان خارج تأثيراتنا الخاصة كمسؤولين وإنما من أناس مهنيين نعم كان أكو إخفاقات أو أخطاء أو نواقص لكن المنح العام هو حل المشكلة وفعلا حاولنا أن نجلس كل شيء باستقرار كامل للوظيفة بناء على تقييم هذه اللجان والآن الحكومة القادمة عليها أن تثبت يعني أن جزنا لها عمل كبير وعليها أن تستمر هي بالعمل حتى تصير عندنا المواقع كلها بالأصالة ما يحتاج إلى تصويت في مجلس النواب مهيئ ما يحتاج إلى تثبيت من مجلس الوزراء أيضا لأن احنا دخلنا في حكومة تصريف أمور يومية وبالتالي ما كنا قادرين أن نمضي قدما في تثبيت عدد كبير من المدراء العامين تركناها إلى الحكومة القادمة هذا الوضع الآمن هذا الوضع المستقر هذا الإحساس من المواطنين رغم أن هناك تحسن كبير في مستويات المعيشة في العراق يعني بين 2003 إلى 2020 هناك تطور كبير في البر كابيتا يعني حصة الفرد من الدخل القومي هناك مجرد الإنسان يشاهد ما موجود في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت يحس بتقدم مستوى المعيشة وسفر العراقيين حتى استثمارات العراقيين في الخارج هناك تقدم كبير لكن مع ذلك المواطن لا ينظر هكذا هذه أوروبا تعيش رفاح كبير أو الدول الصناعية المتقدمة الناس تخيص بشكل نسب المستويات بما هي عليه عندما يشوفون مستويات المسؤولين أو مستويات البعض متقدمة يطالب أن يكون مثله لا يقبل أن يكون متأخر عنها فالناس عندها حق أن تطالب في كل المراحل حتى قبل الأول من تشرين الثاني نحن حاولنا دائما أن نكون في موقف حامي وراعي لكل أشكال التظاهرات بشرط أن لا تكون عنفية وشرط أن تجري بشكل أصولي حتى في أحيان كثيرة ما كانت لا أمن تجري بشكل أصولي بس كنا نغض النظر احترام للأوضاع وعدد مراعاتها فمبدأ التظاهر اللي أنا ذكرت هاي من أزمات الكبيرة اللي مرت بها الحكومة هو صحيح والنسبة الغالبة من المتظاهرين خرجوا لدوافع سليمة أيدناهم أحنا في كل خطاباتنا وفي كل مواقفنا وأيدتهم المرجعية وأيدتهم القوى السياسية يكفي أن يكون هناك مندسين وأنا عندما أقول مندسين ليس فقط في صفوف المتظاهرين قد يكون هناك مندسين هم يلبسون لباس الدولة نحن دولة تركبت خلال السنوات الماضية من عدة شرائح وطبقات جدت وحدة ورد ثانية بل ما يكون عدد معيار للتوحيد مرجعيتها وتوحيد ثقافتها وتوحيد سلامة انتماءاتها الدولة موجود بها كل شيء عدد كبير الآن من الموجودين في المواقع ويتكلمون كلام نابي ويتكلمون عن الفقر أو يتكلمون عن استغلال المسؤولين هم من كبار المسؤولين هم في درجات وفي مواقع وظيفية عالية فيكفي أن يكون هناك مندسين حتى تحصل عندنا هذه الأعداد الكبيرة وهو أمر يؤسف إلى وليس بالأمر يعني اللي بس نذكره حتى نفسر الحالة هو أمر يؤسف إلى ونتمنى أنه كان لم يقع لكن وقع وحاولنا السيطرة عليه والكل يشهد بذلك نحن جردنا الخطوط الخطين الأولين من كل العتاد الحي مع ذلك كان يسقط عدد من الضحايا والضحايا سقطوا من الطرفين من القوات المسلحة ومن المتظاهرين وكنا نقوم بالتحقيقات وسوينا لجنة عليا برئاسة السيد وزير التخطيط وحضور كافة الممثلين من حقوق الإنسان إلى البرلمان إلى القضاء إلى كل الجهات وكل شيء كشف ووضع على الطاولة لم يتدخل أحد في منع معلومة وشخصت المسئوليات ورفعت إلى القضاء هذه الملفات لا نتساهل في هذا الشيء ولا نتساهل مع أي طرف أخطأ أو أجرم بهذا الأمر معما كان درجته ومسئوليتا الملف أعطي إلى القضاء وأيضا كان هناك لجان تحقيقية في كل مكان في كل محافظة هذا وضع كبير حاولنا إحنا أن ننواجه نعم هناك قوة داخلية وخارجية تريد أن تستغل الوضع ليس السر أن العراق مستهدف داخليا وخارجيا وهذه فرصة ثمينة هذه فرصة ثمينة كيف يستهدف وأعتقد أن بمرور الوقت لح تتكشف الحقائق كلها كاملة وتنوضى المسئوليات على عاتق الجميع المهم كان الكلام إذا تذكرون قبل سفرنا إلى الصين أن الأمور ستتفجر من البصرة وستتفجر بسبب الكهرباء البصرة أولا تحسنت فيها نوعية المياه إلى درجة عالية جدا الصيف قبل 2017 كان صيف أهم مشكلة به ليس الكهرباء وإنما المياه في صيف 2017 لم تحصل مسألة مياه أيضا سيقال هذا بسبب الأمطار هذا صحيح وكل شيء من نعم الله نحن كنا كياناتنا من نعم الله النفط من نعم الله الدول السياحية أجواءها اللطيفة جبالها الثلوجها كلها من نعم الله أنت كيف تستثمر نعم الله وفعلا استثمرت وشكلنا في وزارة الصحة والبيئة لجان لجنة لمراقبة تلوث المياه لم يكن في العراق نشر حول تلوث المياه أصبح لدينا نشر دورية تتكلم عن تلوث المياه في كل أنهار العراق من الشمال إلى الجنوب مدى التلوث المقبولية الجيد إذا كانت النوعية غير جيدة في أي مسألة هل هو في الملوحة هل هو في المواد الأضوية هل هو تلوث آخر كله مشارئلة ومشروح حتى نقدر من معالجته ولعل أهم تلوثه وتلوثنا أحنا البشر ما نرميه من نفايات في الأنهار وهي سلوك اجتماعي ما يتحمل أطرف واحد تتحمل كل الأطراف وتتحمل الثقافة الموجودة فعلى كل حال نحن حاولنا في تجاوز الأزمة وتجاوزنا كان معدل تزويد الكهرباء ازداد أدنى بمقدار 23% تزويد المواطنين في البصرة مثلا وصل إلى 23-24 ساعة في محافظات أخرى 20 ساعة في محافظات 16 ساعة لكن في كل الأحوال كان أفضل من العام اللي قبله رغم أن أوضاعنا ما كانت عظيمة جدا حاولنا أن نمشي في المسألة المؤسساتية منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة حاولنا أن نضع بيننا وبين السلطة التشريعية مدونة لأن نعرف أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي علاقة أساسية وأن كثير من الخلل أصاب هذه العلاقة إما بسبب تجاوز السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واحتكار اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية أو بالعكس هو محاولة تجاوز السلطة التشريعية وتجاوز حدودها التشريعية والرقابية والدخول في مجالات تنفيذية وحتى مجالات قضائية ومجالات حقيقة هي من غير اختصاصها حاولنا أن نضعها المدونة والمدونة تم العمل عليها بشكل موسع لكن قلت في البداية أن لا نملك كتلة نيابية تدافع عن أوضاعنا وبقت الكلمة الأخيرة معلقة بيد مجلس النواب الذي لم يمضي بهذا الموضوع وبالتالي كما ذكرت في البداية هذا عثر كثير من العلاقات مع السلطة التشريعية روم حاولنا عن طريق العلاقات الجانبية مع الإخوة في مجلس النواب أن نطوق كثير من هذا الخلل الموجود لكن الأضرار كانت تحصل والحكومة كانت تدرس مواضيع مثلا موضوع التقاعد قالت يطبق بعد سنة عندما ذهب إلى مجلس النواب ومفهوم لأسباب انتخابية وأسباب شعبية مجلس النواب أو النواب ينظرون إلى ناخبيهم فبالتالي جعلوا فورا وسببنا مشكلة كذلك في الوكالات كذلك في عدد كبير من تحويل أصحاب الأقود إلى تثبيتهم كذلك في التوظيفات الكبرى التي أرغقت الموازنة رغم أن الظروف لم تكن مهيئة لذلك نظمنا مجلس الوزراء نظام الداخلي كما ذكرت جعلنا مجلس الوزراء خمس مجالس مجلس الوزاري الأمن الوطني مجلس الوزاري للطاقة مجلس الوزاري للاقتصاد مجلس الوزاري للخدمات مجلس الوزاري للتنمية البشرية وهذه كانت أشبه بالوزارات المصغرة في أصحاب الاختصاص الواحد تحاول أن تحل الإشكالات حتى تقدم صياغات ناضجة إلى مجلس الوزراء وقدم عمل الحكومة كثير أرجو من الحكومة القادمة أن تراعي هذا التشكيل إضافة إلى أن لم نجعل نواب الرئيس نواب مستقلين بذاتهم وإنما نواب رئيس إضافة لحقيبة ووزارية حتى نقلل النفقات ومركز أعمالنا بشكل أفضل عندما ذهبنا إلى الصين ما ذهبنا إلى الصين في زيارة عادية حقيقة ذهبنا إلى الصين كما ذكرت العودة إلى الأسس العودة إلى الأسس هو التخلص من النظام الريعي النفطي ليس التخلص من النفط النفط سيبقى مورد مهم للدولة العراقية لفترة طويلة من الوقت وكان مشروعنا أن نتحول من مصدري خام فقط إلى استثمار النفط كمادة خام اليوم في النفط النفط يشترك في أكثر من 600 صناعة ممكن النفط يكون مادة أولية إلى هذا عدد الكبير من الصناعات ليس فقط البيترو كيميائيات والأسمية حتى هذه الإقلام الرصاص كلها تصنع أساس النفط والخام النفطي وبدل أن نكون فقط مصدرين إلى الخام النفطي نحاول أن نكون مصدرين أيضا إلى المشتقات واستثمار النفط كمادة خام وهذا أمر لن يزون حتى لو تغيرت أسعار السوق في الخام أسعار المشتقات ستبقى مرتفعة ولها أسواق خلاف ما نشهد حاليا أحيانا نصعد إلى 100 دولار فينتعش البلد ثم فجأة ننزل إلى 20 دولار فينتكس البلد ونواجه أزمات كما يحصل الآن عندما ذهبنا إلى الصين كنر ينصح هذه العلاقة العودة إلى الأساسيات لذلك كان الفكرة هي النفط مقابل الأعمار أن النفط يكون مقابل الأعمار ومقابل بالشراكة مع جهات لها كفاءات متعددة والصين هي أحدى الدول التي لديها سيولة كبيرة ليس بلد مستعمر للعراق لم يخرج الصين لعمليات استعمارية في الخارج وكذلك له قدرات تكنولوجية عالية واليوم معدلات النمو كبيرة ولديه قدرات هائلة نحن جربنا في موضوع القطاع النفطي وشفنا شنو قدراته فكان الانتفاق مع الصين هو تغيير معادلة النفط من نفط فقط يستهلك لصرف الرواتب والأمور التشغيلية إلى عامل مهم للإعمار العودة إلى الأساسيات تعني أن الاقتصاد يا إخوان هو مو الخزينة ومو بيت المال ومو وزارة المالية فقط الاقتصاد هو القطاعات الحقيقية إذا بقى العراق يعيش يقول أنا بخير إذا الموازنة جيدة حتى لو كان اقتصاد كل منهار كما كان يحصل عندما كان يحصل معدل نمو مثل 2012 و13 وصل معدل النمو إلى أكثر من 10% نمو الناتج الوطني الإجمالي يقولون الوضع ممتاز؟ لا الوضع مو ممتاز لأن القطاعات الحقيقية كلها متراجعة الصناعة والزراعة 3% من الناتج الوطني الإجمالي هذا مو ممتاز هذا سيء اليوم استطعنا أن نرفع الناتج الوطني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني إلى 7% هذا جيد هذا كسيء هذا جيد هذا مو موازن هذا اقتصاد الخزينة الموازن يجب أن تكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس عندما حصلت أزمة 2014-2015 أول الإجراءات كانت إغلاق عدد كبير مئات المشاريع والمقاولين توقفت أعمالهم هذا سرح معه مئات آلاف العمال هذا جمد عشرات مليارات الدولارات هذا الآن كلفنا عندما جئنا مليارات أخرى من الدولارات حتى نعيدها عندما يقال والله احنا تركنا في الخزينة مثلا مبلغ يدور إلى ميزانية 2019 احنا ما استلمنا ارجعوا إلى قانون الموازنة في 2019 ستجدوا المدور من 2018 إلى 2019 هو 5 تريليون دينار هذا هو المدور ما كوي المبالغ لكن ما محسوب بها 13 تريليون دينار السلف المأخوذة خلال السنوات الأربعة وأنا مدى أنتقد حكومة سادقة لأن الحكومات القبلها ما أخذت لثة ضعاف هذه السلف وهذه كلها مسجل يجب أن نسددها أحنا هذا ما محسوب ما محسوب الديون اللي تراكمت ديون داخلية بأكثر من أربعين مليار دولار سندات وحوالات علينا أن نسددها ما محسوب الديون الخارجي اللي بلغت 23 مليار اللي فيه موازنة 2019 نحن علينا أن نسدد 13 تريليون دينار من أقصاط وفوائد من أقصاط وفوائد الديون لذلك عندما أقول العودة إلى الأساسيات كنا نقول في حكومتنا أن لا دين بدون مخرج لا دين بدون مخرج منتج لا دين بدون مخرج ممكن أن يسدد الدين إما مخرج مستهلك يستهلكنا أحنا ونعتمد فقط والله اليوم أسعار النفط زينا هذا حقيقة دين مريض وقاتل وهذا قتل بلدان عديدة وقادر أن يقتلنا بالعراق إذا ما انتبهنا لذلك اليوم عندما نعمل مشاريع شراكة مع القطاع الخاص وعندما نحاول أن ننطي حقوق للمتعاقدين حقوق تقاعد وضمان وتوزيع أراضي وتسهيلات وإفادات هذا كل محاولة لقلب المعادلة من معادلة تعتمد على الدولة الريعية إلى معادلة تعتمد على اقتصاديات حقيقية هذا مو فكر موجود عند الكثير من الطبق السياسي والكثير من المسؤولين لا زال يقول الوضع زيان إذا الموازنة زيانة حتى لو كون الاقتصاد يتخرب كلها الوضع مو زيان إذا الموازنة مو زيانة طيب شو نواجهه الآن في الأزمة النفطية الحالية الآن الأزمة النفطية ما تعلق بأزمة طارئة قصيرة الأمد إنتاج النفط الصخري وصل 12-13 مليون برميل الأسواق بدخمة جدت أزمة كورونا وتراجع الطلب العالمي معدلات النمو كلها أصبحت سلبية نحن كان متوقع حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن نصير معدل النمو في 2017 4% يزداد كان سلبي في 2018 وكان سلبي أكثر بلغ ناقص 3.6 مثلا في 2015 و2.6 كذا في 2016 ممكن العودة إلى هذه الأرقام كلها تجدوها في البنك المركزي في نشرات البنك المركزي في وزارة التخطيط هذه مو أرقام نقول هج من باب الدعاية وإنما الأرقام الرسمية المسجلة رسميا والكلام اللي به دعاءات واللي به افتراضات واللي كل واحد يلزم ورقة وقلم ويحسب بكيفه كان مؤمل أن العراق يتقدم آخر تقرير صدر أن العراق هو البلد الثاني عربيا بعد مصر في تقدم الناتج الوطن الإجمالي لكن التظاهرات عطلت كثير من المشاريع يعني معرض بغداد الدولي اللي كنا نتأمل أن يكون مظاهرة كبيرة وواسعة جدا كبريات الشركات العالمية كانت تتهيئ للمجيء مستثمرين اللي كانوا يتوافدون على العراق بحيث لم يعد هناك حجز في الفنادق كان هذا هو البناخ العام عندما رجعنا للصين كان الكل متفائل أن هناك تقدم للأسف الشديد حصل ما حصل ثم بعد هذا جاءت الأزمة النفطية وأزمة كورونا ووصلنا إلى هذه الأوضاع هل نحن مسؤولين عنها؟ نعم قد يكون جزء منها نحن مسؤولين حكومة مسؤولة دائماً لكن هل المجتمع غير مسؤول؟ هل القوى غير مسؤولة؟ هل الوضع العام غير مسؤول عندما تحصل كارثة؟ هذه أمور يعني أعتقد يجب عندما يراد تقييم عمل الحكومة أن نتكلم عنها بشكل واسع أوقفنا استيراد كثير من السلع لذلك إنتاجنا توسع بشكل واسع وحاولنا فعلاً أن نتقدم كثير في كثير من المسائل ولعل من الملفات المهمة التي يجب أيضاً أن أقف عنها حتى ما أطيل عليكم يعني عمليات النقل وازدياد الممرات الجوية ومحاولة رفع الحظر عن الناقل الوطني في أوروبا الأمن الوطني الداخلي تنظيم المرور أشياء كثيرة فتح الطرقات يعني شهدها فقط داع الشهر لو كنا مستمرين حقيقة كان ممكن الأمور تكون أفضل موضوع السيادة والأمن نحن دائماً من المنهاج الوزاري كنا مسألة مبدئية بسيطة لكن هذه المسألة قد تكون كلفتنا كثيرة نحن قلنا نحن لسنا جزء من نظام الأقوبات لكن نحن أيضاً مو جزء من أي محور يقاتل أي ذولة صديقة هذه معادلة مالتنا كانت هذه معادلة سليمة لكن معادلة معقدة وتعقدت أكثر بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي والتصعيد الذي حصل بين إيران والولايات المتحدة والبلدان من البلدان التي تربطنا بهم أهم العلاقات أهم العلاقات هنا حاولنا أن نمشي بطريق متوازن وهذا الطريق كان صعب جداً وليس دائماً قرارات العواصم كانت تأتي صحيحة ومناسبة بعيدين العاصمة بعيدة نسمع هنا شيء من المسؤولين القرارات شيء آخر مع ذلك حاولنا جهدنا أن نكون ناس توفيقيين ذهبنا إلى السعودية وحاولنا أن نقارب بين السعودية وإيران دخلنا في موضوع السفن بين بريطانيا وإيران ولعبنا دور مهم في تحرير السفن لعبنا دور مهم أيضاً حتى في المحتجزين الأمريكان أو الإيرانيين لدى هذا الطرف أو ذاك الطرف لكن الملف كبير كان هناك مشاكل كبيرة مع الحجد الشعبي تستثمر بكثير من الأشياء والحجد الشعبي اليوم هو جزء من القوات المسلحة هو جزء من أمن البلد هذا كله كان بحاجة إلى تنظيم وأصدرنا في تموز 2017 الأمر الديواني بتنظيم الحجد الشعبي لكن كله كان يعني تم تفسيره بشكل مستعجل من قبل البعض وحصلت أمور مؤسفة للغاية وهجومات مؤسفة للغاية وسقطة وشهداء ولسنا بصدد البحث هذا نحن كنا مرغمين في الذهاب إلى مجلس النواب حتى نطلب سحب القوات لأن كان هذه الوسيلة الوحيدة لعادة انتظام الأمور ومسك خيوط العملية من جديد حتى نقدر نهدأ العوامل الداخلية والخارجية ولذلك الآن نعيد تنظيم كل العلاقات الداخلية والخارجية وتم تحديد موعد مع الولايات المتحدة وهذا منجز كبير في مناقشة العلاقات العراقية الأمريكية بما في ذلك وجود القوات وبشكل صريح وكل شيء يوضع على الطاولة كذلك في العلاقة بالمحافظات طالما اجتمعته كمجلس وزراء مع الإخوة المحافظين في جلسات مشتركة حتى هم يطرحون مشاكلهم والوزير المختص يحل المشاكل وكانت هذه طريقة سريعة لحل الإشكالات وفعلا حلت الكثير من الإشكالات وفرنا الآن الأدوية الأساسية اللي كانت مفقودة كان معدلها عندما جاءت هذه الحكومة حسب تصريحات وزارة الصحة الدكتور علاء في وقتها كان كان يقول أن 12-13% فقط من الأدوية الأساسية كانت متوفرة اليوم نقترب من توفير كافة الأدوية الأساسية لكاد نصل إلى نسبة كاملة فيها قد تكون هناك بعض الأدوية الأساسية الأساسية اللي تقدر أعتقد بخمسمائة دواء أساسي أعتقد بلغناها أو سنبلغها قريبا وهذا أيضا منجز كبير في كل محافظة ازداد عدد المستشفيات والمدارس والجامعات صحيح أحيانا بمبادرات شعبية لكن هذه المبادرات مشجعة من الدولة وحتى كثير من المستشفيات اللي أسستها الحكومة اللي كانت معطلة أرجعناها العمل قسم منها فعلاً افتتح وقسم كان يجب أن يفتتح في نهاية 2017 لو لا بدء الأحداث حظر على ملاعبنا والعلاقة مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية ملف شائك أخذ سنوات طويلة في هذا المجال استثمار الطاقة جولة التراخص الأخيرة فيما يخص الغاز كل هذه الأمور حقيقة حاولنا أن نتقدم بها ونحقق بها منجزات كبرى والحكومة صدرت تقريف حول إنجازاتها خلال الأشهر لدعش الأولى وهناك تقارير كاملة حول منجزات الحكومة فيما يخص برنامج الحكومي كلها ممكن العودة إلها وأعتقد السادة الوزراء والسيدة الكريمة لديهم أكثر مما تكلمت عنها من منجزات في كل وزارة من وزاراتهم حقيقة أنا شخصياً أفتخر أن عملت مثل رجال ونساء من أمثالكم وكانت العلاقات دائماً علاقات تعاون وتفهم وشهدنا جلسات ناجحة جداً في مجلس الوزراء كلها جلسات كانت جلسات مثمرة سواء داخل اجتماعات المجلس أو خارج اجتماعات المجلس وكما ذكرت كنا دائماً انطوق السلبيات لبحر الإيجابيات الأمانة العامة ودورها المكتب الخاص ودورها خلايا المتابعة التي من خارج إداريات الدولة كانت التابع وأنجزت مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهمت أخيك في دفع العجلة إلى الأمام أنا ممتن بالجميع أعتذر إذا كنت قد أحياناً لم أتصرف بالشكل المطلوب فهذا من واجبات العمل ليس إلا وإلا نحن دائماً كنا ساندين وسنبقى ساندين وغيابنا عن المواقع والمسؤوليات لا يعني غيابنا عن الاختصاص والمسؤولية ودعم من هو آت وقادم يجب أن نقدم لهم كل دعم مطلوب وأشكركم حقيقة أخذت وقت طويل لكن أحببت أن ننهي أيامنا أو ساعاتنا الأخيرة بأمور إيجابية ومشرقة ثمرة حقيقية ثمرة كبيرة وكبيرة جداً وأعتقد بمرور الوقت ستجدون نتائجها أشكركم شكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر